أصعب غلطة بيترتب عليها كل المشاكل اللي بتحصل بعدين بين أي زوج أو زوجة هي لحظة الاختيار لحظة لما بيقولوا كده بالبلد الحب بيبقى مولع في الدورة مريطة الحب عامية كل طرف حاسبها بقلبه مش بعقله قبل ما يكتشف بعد الجواز انه تصرع في اختيار ما حسبهاش كويس بس خلاص بقى فيه أطفال وخلاص الارتباط صعب انه يتفك شي اللي بقيت تقيلة قوي حبيبي كل طرف غالبا هيدفع طول عمره تمن انه ما اخترش كويس من البداية وده اللي حصل مع أهل نورة بطل القصة حقيقية النهارة في الحقيقة نورة لو كل حرفه قلتي صح زي ما حكيتي ما قدرش اعتبر غير ضحية شافت اللي ما حدش يقدر يشوفه أو يتحمله وقبل ما أي حد يغلطك لأننا أصلا مش قبلة ان أي حد يغلط أي حد بعت لنا هنا في قصة حقيقية لأنه استنجت بينا وانا هبقى أول واحدة هقفله مش هامة ولا جدعانة ولا ولا لا لأنه بعت عشان كلنا نتعلم حتى مع اعتراضي الشديد على فكرة ان انت تنزلي ببيبي مجرد معرفة ان هي بنت ليه مهمة قادرت تتخيل انه نفسيتك توحشة وطريت تفكيرك وتربتي ازاي بس أنا مبسوطة ان انت ندمانة ومبسوطة انك حسيت بالحيرة والزنب وبعت لنا خصوصا ان انت زي ما بتقولي ملتزمة وبتصلي عشان كده نصحتي لكي واحنا في آخر حلقة من حلقة البرنامج قبل رمضان انك تصبري على قضاء ربنا واختباره الصعب انك تتولدي من أم بالعقلية دي تصبري الصبر الجميل عارفة يعني ايه الصبر الجميل الصبر يا نورة هو الصبر على اننا نصبر على حاجة مش قادرين عليها واحنا مش بس سكتين مش بنشتكي نصبر وحنا راضين مش عارفة اقولي لك ازاي بس بتحملي ربنا وبتقولي له الحمد لله يا رب الحمد لله يعني علنا فيه الحمد لله انك بتلاتني بتلاقي صعب زي ده الصبر لما فيش ان انت تكوني غضبانة من القدر اللي ربنا كاتبهولك حتى لو بينك وبين نفسك من غير ما ينطق لسانك قدام حد بس تبقى يعني لا صعبة انا عارفة ان هي ده ده بيبقى اختبار كبير جدا انت تتعاية تقولي الحمد لله يا رب انها لله وانا اله يراجعون والله ما اجرني فيه مصيبتي واخلف ليه خيرا منها عشان كده هيبقى سوابك عظيم مش سهلة تفتكري صدفة ان رسالتك تطلع قدامنا في اخر حلقة قبل رمضان والله ابدا انا شخصيا عايز اقولك انه انا بصدق في الساينز او في الاشارات انه اكيد طالما انت ملتزمة وبتصلي زي ما بتقولي هتفهمي اللي انا بقوله ان انت مش جاية صدفة يا نورة كلنا في حياة بعض اسباب بعدين ممكن تعتبر انه عملية الاجهاضة اللي عملتيها دي مزلتي فيها بنتك كانت زنب كبير وان انت الكفاري عن زنبك ده هو انك تبري باباك يا امامتك رغم كل اللي شفتيه ولسه بتشوفيه لحد دلوقتي مش هتصدقيني لو قلتلك انا مامتك ضحية مش ست وحش ممكن اي حد يتصرع ويحكم عليها مجرد ما يسمع الكلام ده بالعكس بس اعيز اقولك على حاجة بعد ما عدت قرأ الرسالة كذا مرة تخيلت البيئة اللي هي عاشت فيها وهي صغيرة لقيت انها فعلا ضحية ضحية الاهلها ضحية اللي جوازها كانت غير متكفأة طلعت من باباك يا اسوأ ما فيه ودلوقتي من غير ما تقصد تخليكم انتو كمان ضحايا والحاجة اللي هتكسر الدائرة المقفولة دي قبل ما انتو كمان تظلموا عيالكم انتو واخواتك انكم تسمحوا في اللفات ترضوا بالربنا قسموا شوفوا ازاي هتقدرون انتو تبروا ابوكم وامكم بكل طريقة تقدروا عليها مهما كانت المشاكل والخلافات ما بينهم خلي شهر رمضان ده يبقى رضا وساكينة وتدعي ربنا من كل قلبك انك عايز اتبري اهلك وعايز اتكفاري عن زنبك اللي عملتي اطلبي منه انه يساعدك ويرشدك اختر لي ولا تخيرني اخرجني من حولي وقواتي الى حولك وقواتك ودبر لي امري فاني لاي احسن التدبير عمره ما يتخلى عنك طالما شايف قلبك نظيف ونياتك خير وده ظننا في رب العالمين وسمعتي معايا كمان نصيح الدكتور مهافر فقرة اللي فاتت واستنى منكم رسائل كتير بعد رمضان ونرجع بموسم جديد بس لسه بقول لكم لحد النهاردة ويمكن انا من الناس اللي بيقولوا عليهم انه هو لا حياءة في العالم انا ما بتكسفش وانا بتكلم في العالم ويمكن جريئة جدا لانه شفت كتير جدا ولازم حد يوصل لصوت الناس بتعملوا ببناتكو كده ليه خيتان ايه لسه من الكاده احنا في عشرين اربعة وعشرين بنتكلم في ايه خايفين من خلفة البنات ليه انا رايي انتو تربوهم احسن يعني الناس دايما تقول لك خلي بالك من نفسك هي لما تبقى مختونة هتحفظها لنفسها شرف البنت في دماغها تربية سليمة وخلي بالكو عيالكو بيتربو زي ما بيشوفوكو ما تقوليش اصلا ايه انا ما بصليش بس اكيد هيطلعوا بيصلوا مش هيطلعوا بيصلوا انا بكذب بس هم اكيد مش هيطلعوا وبيكذبوا هيطلعوا بيكذبوا حرام عليكم يعني انا زعلان ان انا طلعوا وبتكلم في موضوع زي ده في عشرين اربعة وعشرين بيقولك عشان التربية عشان البنت تعرفوا كام ست حياتها بوزت بسبب الموضوع اللي بتعملو ده كام واحدة بقت مشوهة نفسيا ده انا سمعت القصص تشيب والله العظيم لو اقولكو على التشويهات اللي بتحصل على النزيف اللي كان بيحصل لهم على الست اللي بتيجي البيت وتعمل العملية دي ايه بتعملو ايه حاجة تحزن ويقولك لا عشان تحفظها لنفسها وزمين زمين كانت حاجة ودلوقتي حاجة وكان ليها اسس بتعملو ايه يا رب نقدر نغير يا رب ينفع بينا الناس ويستخدمنا ولا يستبدلنا كل سنة وانتو طيبين وفي صحة وخير وسلامة وسعادة وسكينة ورضا اشتركوا في القناة